ساعة قليلة وينطلق الملتقى الهندسي الخليجي التاسع عشر تحت عنوان الحلول الذكية لمدن المستقبل والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك رئيس اللجنة العليا للمؤتمر المهندس سعد المحيلبي كان قد أكد أن الملتقى يأتي ليعزز قيمة ترابط الهيئات والجمعيات الهندسية العربية الخليجية كحدث إقليمي سنوي مميز انطلق من الكويت ويعود اليوم لها حيث التحديات الأكبر بإنشاء مدن جديدة تتطلب بالمقابل حلولا متكاملة عصرية تحافظ على الطاقة والبيئة وحول هذا الموضوع ينضم إلينا المهندس سالم محسن لحبيط عضو اللجنة العلمية ومنسق الدورات التدريبية للحديث عن تفاصيل أكثر حول الملتقى بداية مهندس سالم وبعد الترحيب حدثنا عن أهداف مثل هذه الملتقيات بشكل عام وكيف يمكن أن تستفيد كل دولة خليجية منها أولا السلام عليكم يعطيكم العافية على هذه استضافة طيبة وحب أشكوركم صراحة قناة المجلس الذي أبدت اهتماما كبيرا لهذا المؤتمر التي أشعرت أنها قريبة جدا من الفعاليات الوطنية المهمة ولكم كل تحية وتقدير بخصوص الملتقى الهندس الخليجي والمصاحبة له المؤتمر الحلول الذكية المدى مستقبل نحب خلال هذا المقام نوجه ترحيب لأخوان المهندسين من دول الخليج العربي إلى الكويت في بلدهم الثاني لحضور العرس الخليجي الهندسي العلمي في بلدهم الثاني للكويت هذا الملتقى الهندسي يحدث تكرارا كل سنة في دول الخليج العربية في الكويت كل ست سنوات يحدث مرة ولله الحمد ولينا الشرف أن الزبلاء السابقين في جمعية المهندسين هم من ساموا في تأسيس هذا الاتحاد عندما استضافوا أول مرة في سنة 1997 ولا شك أن هذه الملتقيات الهندسية الأهمية كبرى لمعالجة الكثير من الغضايا الخليجية المشتركة وأيضا لتبادل الخبرات أهمها لقضايا البيئية وأيضا لجنة التعليم الهندسي وهناك لجان مهمة مثل لجنة تنظيم زاوة المهنة وغيرها من اللجان طيب مهندس سالم بالنسبة لملتقى التاسع عشر والذي عنوان تموه بشعار الحلول الذكية لمدن المستقبل بداية نقول لماذا هذا الشعار في هذا الوقت نعم خلال هذه الملتقى الهندسي الخليجي أرادت جمعية المهندسين أن تضيف له مؤتمر علمي أيضا يحاكي طموحات الشعب الكويتي ويحاكي طموحات المهندسين في التحديات التي نراها في جمعية المهندسين للبلد التي هي القضية الإسكانية والرؤية المستقبلية في البلد وهذه القضايا تكون مشابهة لدول الخليج لذلك اخترنا هذه المؤتمر لكل حلول الذكية لمدن المستقبل وأيضا هذه الحلول الذكية نحن مقبلين عليها لا بد منها ولكن عملية كيف نستفيد من هذه الحلول كيف نجعلها متكاملة هذه أهم نقاط التي حبينا أن نثريها في هذا المؤتمر استضافة كبار الباحثين وكبار متحدثين وأيضا مشاركة أخوان الخليج في هذا المؤتمر مهندس سالم التطور الهندس المعماري واكب التطور التكنولوجي كيف برأيكم يمكن أن نعكس ذلك على المدن السكنية الجارية تنفيذها نعم حتى تنجح في المشاريع الهندسية المعمارية يجب أن يكون هناك عدة وسائل تتمكن من استخدامها منها التقنية الحديثة التقنية على سبيل المثال الاحتياجات الهندسية المهندس حتى أن يوظفها في الواقع يجب أن يتعرف على كل الاحتياجات التي يحتاجها البلد لا شك أن هذا المؤتمر يعزز هذه التحديات الحلول الذكية والاحتياجات المعمارية لا تنجح لم يكن هناك تكامل في عدة تخصات أخرى منها الجانب الكهربائي جانب الطرق جانب الاتصالات وغيرها هذا المؤتمر عززنا بعدة محاور استجابة لرؤية الإسكان من هذه العامة للإسكان والتحديات التي تواجهها الحكومة في المستوى لذلك طرحنا هذه الرؤية نعم المهندس سالم محسن لحبيض عضو اللجنة العلمية ومنسق الدورات التدريبية شكرا جزيلا لك على هذا المشاهد حياة كلايسا